أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً بالجميع في فيديو جديد وخبر جديد إذن إقافات مرتقبة والتحقيقات ستطال حوالي عشرون شخصية بارزة إذن ذكرت مصادر مطلعة لنا بأن التحقيقات متواصلة في ملف تدليس ونهب المال العام فيما يخص تعويضات شركة تأمين فاقت قيمتها أربع مليارات حسب المعطية الأولية وبعد هذا الملف أحد أكبر ملفات التي تعمل عليها وحدات الحرص الوطني منذ أشهر وتم تفكيك شفارات الشبكة التي تضم محامين وخبراء ومواطنين وكل من سيكشف عنه البحث في قضية التدليس والتحيل والاستلاء على أموال دون وجه حق إذن وتشير المعطيات بأن التحقيقات قد أخذت شوطا كبيرا وسيقع في الأيام المقبلة التحقيق مع ثمانية عشر محاميا متهم في ملف الحالة ومن المنتظر أن تصدر جملة من الأحكام ضد المتورطين إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر